ترجمة نانسي قنقر سؤال موجه إلي باللهجة العامية سؤال من العراق قد وردني بصيغة فيديو الذي وجه السؤال إلي وجهه إلي بصيغة فيديو سأعرض الفيديو عليكم أتمنى عليكم أن تقرأوا الرسالة الفيديو يتجاوز الدقائق الثلاث رجاءً أعرض لنا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أعتقد أن الرسالة كانت واضحة سأذهب إلى السؤال بشكل مباشر سؤال أسائل العزيز هكذا يقول السؤال من الذي يخل الشيعي مطي أكثر الالتزام العشائري للمرجع السافل لو اثنينات هم مشتركين بصنع الحمار الديخي الذي يركب عليه المرجع الذي يركب عليه المرجع السافل من الذي يخل الشيعي مطي أكثر؟ الالتزام العشائري للمرجع السافل لو اثنينات هم مشتركين بصنع الحمار الديخي الذي يركب عليه المرجع قطعا صانع الحمير هو المرجع السافل بلا منازم أما الالتزام العشائري والأجواء العشائرية فهي تشكل عاملا مساعدا سأجيبك بالإجمال إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا الشيعي فإن التشكيل العشائري هو الأقل ضررا بين التشكيلات هل تدري لماذا؟ لأن التشكيل العشائرية ليس تشكيلا فكريا الخطر يأتي من التشكيلات الفكرية الأقل خطرا في واقعنا الشيعي وأنت أخاطب السائلة تتحدث عن مشروع إمام زماننا وعن أن الديخيين سيكونون في مواجهة هذا المشروع التشكيلات العشائرية هي الأقل خطرا لماذا؟ لأنها لا تبتني على فكر هذه تجمعات بداية تجمعات إما أن تكون القرابة أكانت قريبة أم بعيدة هي السبب فيها وحينئذ تكون القضية عاطفية وإما أن تكون العصبية القبلية هي التي تشكلها وإما أن يكون العناد والصراع فيما بين القبائل أو فيما بين عوائل المشيخة داخل هذه القبيلة أو داخل تلك القبيلة الأجواء العشائرية المتخلفة التي نعرفها قد يقول قائل هناك إيجابيات في هذه التشكيلات العشائرية أنا لا أنكر هذه الإيجابيات الإيجابيات موجودة في كل مكان لكن الحديث عن السلبيات كم هو عدد السلبيات وما قيمة إيجابيات قليلة بالقياس إلى سلبيات كثيرة على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذه العجالة ولست مهتما بمناقشته إنما أجيب على سؤال السائل فأعود إلى قولي من أن التشكيلات العشائرية هي الأقل ضررا وأكثر منها ضررا الميليشيات المسلحة الميليشيات المسلحة هي الأخرى لا تملك فكرا ربما يكون قائدها يملك فكرا معينا وهم يتبعون قائدهم لكن الميليشيات بشكل عام يجمعها السلاح والرواتب وبعض المصالح الشخصية لا يوجد فكر الفكر يكون عند قادتها فقط ولذا فهي تأتي في الضرر بعد العشائر لأن القيادات عندها فكر أما شيخ العشائر فما عندهم من فكر أصلا يتحركون على أساسه بعد الميليشيات تأتينا الأحزاب القطبية لأن الأحزاب القطبية عندها فكر والفكر أكثر خطرا من السلاح وأكثر خطرا من التخلف العشائري والفكر حتى لو كانت هذه الأحزاب لا تمتلك جماهيرا لكنها تمتلك فكرا قطبيا قذرا فهي أخطر من الميليشيات وأخطر من التشكيلات العشائرية الأخطر من الأحزاب هذه التجمعات التجمعات الحسينية الفاسدة هذه التشكيلات الحسينية التي يشكلها السياسيون يشكلها كبار الأثرياء كي تكون وسيلة لتحقيق مآربهم في العراق مثلا يوجد الآن حسينيات مواكب تشكيلات يختفي وراءها سياسيون إما تنظيمات أو أفراد ويختفي وراءها ما يختفي من مصالح تجار كبار يجعلون من هذه التشكيلات الحسينية مصائد وكمائن كي يصلوا إلى أهدافهم وأغراضهم هذه أخطر من الأحزاب القطبية لأنهم يوظفون أقدس مشروع إنه مشروع حسين يوظفونه لصالح هذه المرجعية أو لتحقيق مصالح ابن المرجع الفلان أو لتحقيق أهداف ذلك السياسي أكان فرداً أم كان حزباً إلى غير ذلك أو ربما في بعض الأحيان لتحقيق المصالح التجارية الشخصية لإقامة علاقات مع شخصيات ينتفعون من خلالها أن يصلوا إلى مآربهم المالية هذه المجموعات هي الأخطر أخطر من الأحزاب القطبية وأخطر من الميليشيات المسلحة وأخطر من التكتلات العشائرية التي يوظفها المراجع وتوظفها الأحزاب القطبية لتحقيق مآربها ومصالحها عبر صناعة الحمير الديخيين من أفراد تلك العشائر بمساعدة شيوخ العشائر الأخطر من التشكيلات الحسينية الفاسدة الحكومة الفاسدة الحكومة الفاسدة هي التي تتحكم بكل ذلك الحكومة هي الأخطر ولأن الحكومة بالنتيجة تعتمد على كل هذه المجموعات أيضاً أيضاً توظف التكتلات العشائرية والتشكيلات العشائرية توظف الميليشيات توظف الأحزاب توظف هذه التشكيلات الحسينية الحكومة هي الأخطر حينما تكون متعاضدة متعاونة متواصلة مع كل هذه التشكيلات الفاسدة لكن هؤلاء جميعاً ابتداء من الحكومة الفاسدة وانتهاء بالتشكيلات العشائرية لا يشكلون شيئاً يذكر من الفساد في مواجهة المشروع المهدوي لا يشكلون شيئاً الخطر الأكبر المراجع الفساد الأكبر المراجع الحكومة مع كل هذه التشكيلات لا يشكلون جزءاً يسيراً من واحد بالمئة أما الخطر والضرر والفساد عند المراجع تسعة وتسعون بالمئة فاصل تسعة وتسعون فاصل تسعة وتسعون فاصل تسعة وتسعون وما بقي للحكومة والتشكيلات الأخرى الفساد كل الفساد والضرر كل الضرر وصانع الحمار الديخي المراجع وعلى رأسهم المرجع الأعلى قطعاً لا أتحدث عن السيستاني بشكل خاص إنما أشير إلى السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى حالياً هذا ما هو تقييم هذا تقييم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقييم إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من هنا جاء فهمي وجاء جوابي وجاء بياني فهذا جواب سؤالك مع خالصي تحياتي وأمنياتي وأعيد قراءة السؤال من الذي يجعل الشيع مط أكثر الالتزام العشائري لو المرجع السافل لو اثمينات هم مشتركين بصنع الحمار الديخي الذي يركب عليه المرجع الجواب الجواب إنه المرجع 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 كل مشكلتنا عند هؤلاء البقية يكونون مادة أولية يصنعها يصنعها المرجع حميرا ديخي رجاء روصل أطمئنا تركبهم يعني بش إش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أحساب خمسة يعني خلاغ أغميش ني كما تقول خلاغ أغميش جميع بغلق وكان حالة أسنو فقوش ديخ عربي فقوش والنس عباط كنا على ثق وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب لأسمو عرقب قال تركب مثل ما خطبتنا وغير ديخ شكرا لا مو علم مجماليه هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة